كيفية وطريقة تحضير الباطي للكناري خاصة في مرحلة التجهيز وإطعام الفراخ وما هي فوائده لدى الطيور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناة شوف كناري ومع حلقة جديدة متعلقة بأهمية تقديم الباطي للكناري وكذلك طرق تحضير خلطة الباطي للكناري خاصة في مرحلة تجهيز طيور الكناري قبل التطرق لأهمية الباطي وكيفية التحضير بثلاث طرق معينة لابد من الإشارة بأن الباطي يباع لدى بائع الطيور لكن وكما قلنا أنه لا يمكن لنا التأكد من جودة هذا الباطي وكذلك من تاريخ نهاية الصلاحية ومن مكوناته لذلك أفضل تحضير الباطي طبيعيا وتأكد من مواد التحضير فالباطي هو عبارة عن خليط خليط إما من السميد أو من البيض أو من الكسكس والفيتامينات والأملاح المعدنية والعسل والفواكه وهناك أنواع كثيرة لهذا الباطي وهناك عدة طرق للتحضير فسأتطرقوا واختاروا أي طريقة تحضير لما تتوفرون عليه بالمنزل فالباطي يقدم عند حلول موسم التجهيز والتزاوج وأثناء التفريخ عند وجود فراخ وذلك لمساعدة الأنت على تغذية فراخها ولتعويضها على هذا النوع من التغذية الباطي يتوفر على مجموعة من المكملات الغذائية والفيتامينات والبروتينات ويتميز بعدة فوائد حيث يمنحه الطائر القوة زائدة للجسم وكذلك لجسم الأنت خاصة لأجل إطعام الفراخ ويساهم كذلك في نمو الفراخ وتقويتها إذن لننتقل إلى الطريقة الأولى لصنع وتحضير الباطي إذن نضع كأسا من الكسكس أو السميد سمول إذن كأس من الكسكس الطعام أو السميد في مقلات نضعها في مقلات اختاروا ما شئتم كسكس أو سميد كأس من السميد أو كأس من الكسكس نضعها في مقلات على النار مع التحريك لمدة خمس أو سبع دقائق بعد ذلك ملعقة من الكركم البلي في كأس من الماء نضع ملعقة صغيرة من الكركم البلي في كأس من الماء نقوم بعد ذلك بخلط الكركم مع الكسكس أو السميد بعد نصف ساعة تقريبا بعد أن يجف الكسكس نضيف عدم السيبيا أي عدمة الحبار بعد حكيها ووضعها كمنقوع إذن نقوم بحكي العدم مع الخليط وخلطه مع الخليط ونضع بعد ذلك القليل من الخامير لتوفرها على البكتيريا النافعة المفيدة في تقوية مناعة الطائر الطائر الكناري يمكن لنا أن نضيف القليل ربع ملعقة أو نصف ملعقة صغيرة من حبوب النجر وذلك لإطارة انتباه الطائر حتى يأكل الباطية يمكن أن نضيف أحد الخضروات في هذا الباطي مثلا أن نختار وضع الكوسة بعد حكيها أو بعد تحنها أو خلطها في المخلاط أو نضع بدلا من الكوسة نضع الجزر إذن نختار إما وضع كوسة أو وضع حبة جزر في هذا المحلول إذن الطريقة هي جيد سهلة ولا تستوجب وضع فيديو يشرح التحضير فالأمور بسيطة جدا والشرح واضح بالنسبة للطريقة الثانية من تحضير الباطي وخاصة للإنات والفراخ والذكور فهي مفيدة للجهز يمكن لنا أن نعتمد على خبز جاف نقوم بإحضار خبز جاف خبز يابس خبز جاف ونقوم بحكي الخبز حتى يصبح كسامات كساميد على شكل طحين أو منقوع ونضيف إليه زيت الزيتون ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الطبيعي ونضيفه يمكن أن نضيف إليه بيضة بيضة نقوم بحكي البيضة أو تقطيعها قطع صغيرة جدا ونضيف كذلك معها حبة جزر أو حبة كوسة أو ما شئتم من الخضر إذن في هذه الطريقة الخبز الجاف هي تحتوي على البكتيريا النافعة لتقوية المناعة وقمنا باستبدالها بالخميرة التي اعتمدناها في الطريقة الأولى لأن الخميرة والخبز الجاف كلاهما يحتويان على البكتيريا النافعة التي تساعد على تقوية المناعة وزيت الزيتون تحتوي على فيطامينات مهمة للأمعاء سهلة في الهضم تسهل الهضم ويمكن إضافة زيت حبة البركة لكنها قليلة زيت حبة البركة إذا توفرتم عليها فهي تساعد على التخلص من التشحم ويمكن أن تستغنوا عن زيت حبة البركة وتستبدلوها بوضع قطارات خلد التفاح في ماء المشربية أثناء إطعام الفراخ بهذه الباطية والجزر يحتوي على الياف فهو كذلك ضد التشحم ويساعد في الوقاية والعلاج من أمراض الأمعاء إذن كما قلنا نقوم بوضع ملعقة زيت الزيتون مع الخبز الجاف الذي قمنا بحكيه مسبقا ونحرك كل الكل ونضع القليل من زيت حبة البركة خمس نقاط أو أربع نقاط مع التحريك إذا كانت تتوفر لديكم ونقوم بوضع ما تم حكه من البيض بيضة واحدة ومأوال جزر كذلك ونخلط الجميع ونكون قد استفدنا من خلطة ثانية من نوع الباطي الطريقة الثالثة من تحضير الباطي وهي إحضار نسبة معينة من السميد يكون جاهزا صالحا للأكل أي تم طبخه بالماء وكأنك تجهز الطعام أو الكوسكوس إذن أي مفورة مفورة بالدريجة المغربية إذن بعد تحضير هذا السميد الصالح للأكل نقوم بخلطه مع البيض بيضة واحدة بعد حكيها جيدا وحبة جزر وحبة أو قليلة نسب ملعقة أو ملعقة صغيرة عفوا ملعقة صغيرة من الكركم ملعقة صغيرة أو نسب ملعقة النوع الرابع من خلطة الباطي هو الخبز الجاف نقوم بتحن الخبز الجاف ونضيف إليه حبة جزر بعد حكيها هي بإضافة البروكلي أيضا حبة بروكلي ونضيف إليهم قطرات الليمون أو قطرات الحامض عفوا الليمون هناك من يسمي الليمون بالبرتقل فالليمون الذي أقصده هو الحامض إذن ربع ليمونة ربع ليمونة بعد نزع القشرة منها إذن ربع ليمونة نقوم بعصرها وطحنها كاملة ونقوم بخلط الجميع فنحضر الباطي الرابع نوع آخر من تحضير الباطي هو النوع الخامس بيضة واحدة هذه المرة لن نعتمد لا على سميد ولا على طعام ولا على خبز جاف سنعتمد على إحضار بيضة واحدة وسنستعمل سفار البيض بعد تسخينها في المقلات إذن سفار البيض نزيل السفار من البيض ونقوم بتسخينه في المقلات إلى أن يصبح لونه داكن وردي داكن ونقوم بتحن قشور البيض ونضيفها إلى سفار البيض الذي قمنا بتسخينه في المقلات وخلطه مع القشور البيض إذن تحين قشور أو منقوع قشور البيض مع سفار البيض الذي قمنا بتحنه وإضافة القليل من عضم السبيا بعد تحنه كذلك نقوم بحك السبيا وتحنه ونستعمل منقوعه بإضافته إلى سفار البيض المسخنة والقشور المطحونة تحين القشور قشور البيض ويمكن أن نضيف إليهم الخروب نقوم بتحن الخرب في الخلط حبتين أو ثلاث حبات خرب نقوم بتحنهما في الخلط ونقوم بخلط الجميع ونكون قد حطرنا الباطي من النوع الخامس والطريقة السادسة من النوع الباطي السادس في هذه الحلقة وهو النوع الأخير الذي ستأطرق إليه وأعيدكم بأنني سأتطرق لكل نوع من هذه الأنواع عن طريق فيديو توضيحي بالتحضر إذن هذا الفيديو فقط أعطيكم وأفيدكم بأنواع الباطيات التي قد تستعملونها لكن سأحاول في كل فيديو ومستقبلا أن أشرح بالفيديو طريقة التحضير كل نوع من الباطي إذن الباطي السادس يمكن أن نحضر كأسا من الكسكس كأس من الكسكس ونضيف إليه الماء ونتركه لمدة 15 دقيقة و20 دقيقة حتى يصبح جافا بعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من الخميرة كما قلنا فيها فائدة لإحتوائها على بكسيريا النافعة التي تقوي مناعة الطيور ونضيف ملعقة الكركم وهو ما يسمى بالدرجة المغربية الخركم البلدي نضيف كذلك كأسا صغير من السميدة بعد إدخالها في الفرن إذن ندخل مقدار كأس صغير من السميدة في الفرن بعد إدخالها وتركها لمدة 20 دقيقة أو نسب ساعة ونخرجها من الفرن نضيفها إلى المحلول الذي سبق ذكرها سابقا ونضيف كذلك ملعقة صغيرة من النيجر ونضيف عضمة صغيرة من السبية بعد طحنها ونضيف كذلك حبة كوسة أو حبة جزر أو بيضة أو أي نوع من الخضر تتبعكم وتعليقاتكم تحفزني على بدل المجهود ورفع المزيد من هذا المحتوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر